تطبيقات التي تنشر نيابة عنك في الفيسبوك لايت هناك الكثير من التطبيقات تقوم بنشر المنشورات قد لا ترغب في نشرها وهي أنت تعطيها الإذن عن طريق أنك ضغطت على ذلك التطبيق أو قمت بتشغيله دون أن تعلم ذلك وإليك طريقة لإزالة هذا التطبيق كي لا يقوم بالنشر نيابة عنك مرة أخرى نأتي إلى هنا إلى هذه الخانة كما تروا نضغط عليها ثم ننزل إلى الأسفل هنا نأتي إلى الإعدادات ثم نضغط عليها نأتي إلى هذه الخانة التحقق من الخصوصية نضغط عليها ثم نأتي إلى إعدادات بياناتك على الفيسبوك نضغط عليها ثم نأتي إلى هنا متابعة نضغط عليها ثم نأتي إلى هنا مثلا يوجد لدي هذا التطبيق يمكنه التحكم في الفيسبوك الخاص بي نأتي إلى هنا ونقوم بإزالة هذا التطبيق نقوم ونأتي إلى هنا نقوم بإزالة نعم ثم ننتظر وقد تمت إزالة هذا التطبيق نتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله